اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان الاخيار يتفائلون كثيرا اذا ارادوا خيرا من الدنيا فصعب عليهم لان غالبا عوض الله وحسن الخلف ما يأتي الا اذا تعب الانسان يبحث عن وظيفة يبحث حتى يقول تضيق عليه الارض بما رحبت ولكن الله يوسعه وقد يأتي الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب يبحث الشخص عن امرأة فيتعب ويكدح ويأخذ هذه ثم يعتذرون ويعرض نفسه على هؤلاء فيمتنعون ثم يأتي من يعرض عليه زوجة صالحنا خيرة دينة مبارك فيها مبارك في نسها وذريتها فاحسن الظن بالله وإياك أن تعجز أخي في الله أمور الدنيا سهلة الأهم أمور الآخر أما أمور الدنيا كلها سهلة وفي الدعاء المأثور ولا تجعل الدنيا أكبرها منها إذا بحثت عن الوظيفة ولم تجدها إذا بحثت عن الزوجة ولم تجدها إذا بحثت عن السيارة عن الأمور الدنيا لا تجعلها أكبرها منك ولا تقضاقت عليه بعضهم يقولوا الله ما عرف كيف أصلي لا تجعل هذا الهم غاية وهدفا وتصبح تدور حول هذا الهدف بعد طلبة العلم ينتصب للعلم ويفتح الله عليه في العلم وبعض الأخيار يفتح الله عليه في العبادة وفي الذكر وفي الشكر فيبتليها الله بحاجة دنيوية فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل هذه الحاجة الدنيوية وهذا من كيد الشيطان بالإنسان فليحذر المؤمن الموافق ضع الآخرة أكبر همك وغاية رغبتك وسؤلك ليس معنى هذا أن نترك مصالح الدنيا نحن نقول لا تجعلها أكبر الهم لأن إبليس يتلاعد بالإنسان حتى إن بعضهم ما العياذ بالله يفقد خشوع صلاته وحضور قلبه ويتشتت ذهنه من أجل حطام الدنيا أو من أجل مصالح الدنيا إياك ثم إياك إذا بذلت السبب وتعبت وعانيت فأحسن الظن بربك لأن الله له حكم عظيم في خلقه من الناس من سهل الله عليه الدنيا فحمدها وشكرها وشكرها وأحسن فيها وأطاع ربه واتقى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومنهم من نكد الله عليه الدنيا فجعل نكدها راحة له في دينه وسعادة له في طاعته واستقامته قل أن تجد بلاء يأتيك في الدنيا فتحتسبه إلا جعل الله لك بخير الدين والدنيا والآخر واحتسب لكن إياك أن تجعل للشيطان عليك السبيل نعم لا شك أنه يسان يخاف الفتن لكن أخي لا تشيء الظن بالله عز وجل أنت بحث وبذلت السبب ولم يتسأت غالب القدر ما لك في هذه الحالة إلا الصدر إذا وجدت الشيء من أمور الدنيا يعجزك إياك أن يتلعب بك الشيطان البعض يجلس مثلا يبحث عن الزوجة شهرة ومن يجي السنة يقيم الدنيا ويقعدها والشيطان يعبث به فيأتي الشيطان فقيه لكن فقيه في ماذا في الشر لا في الخير والله إن صرفت قلبك إلى ربك صرف الخير إليك وإن اشتغلت بهذه الأمور وعطيتها أكثر مما تستحق فأصبحت تقول ضاقت علي الأرض بما رحبت ضاقت عليك الرد بما رحبت عشان ما وجدت زوجك أين أنت طول عمرك قبل ما تتزوجك لا أخي بالله لا تضيق عليك الأرض بما رحبت إلا إذا ضاع عليك دينك تضيق الأرض على ولي الله المؤمن بما رحبت إذا فاتته الصلاة الفجر مع الجماعة تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا فاته الصف الأول تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا صلى وما خشع تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا سجد لله سجده فصرفه الشيطان عن ربه تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى محروما أو منكوبا أو مهموما أو مغموما ولم يجد شيئا يواسيه به تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى الطاعات والباقيات الصالحات يشمر لها المؤمنون والمؤمنات ويتنافس فيها المتنافسون من صيام وقيام فيبكي بكاء الحزن والشجأ والألم على فوات سعة الآخر هنا تضيق الأرض بما رحبت الآخرة يجعلها أكبر همك ومبلغ علمك تضيق عليك الأرض بما رحبت إذا فاتك شيء مقربك إلى الله أما الدنيا وهمومها وغمومها وأكتارها وأشجانها وأحزانها فهي أحقر من أن تشغل ذهنك أو تصرفك عن ربك أو تفتنك في طاعتك وفي علمك وفي عملك إياك أن يخدعك الشيطان لا تضيق عليك الأرض بما رحبت بأمور الفتن والملهيات والمرهيات أبدا بل عليك أن تكون قوية الشكيمة صادقة العزيمة محسنة وظن بالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر